السلام عليكم لو لسه اول مرة تصدر ازاي تختار المنتج اللي تبدأ به مبدئيا كده لازم تعرف ان اي حاجة بتزارع هنا في مصر بتصدر من اول العنب المنجل برتقان الخضار الفاكهة لحد الشابة والكسبرة بتوع خضرة المحشي برضو بتصدر تمام لكن انت ما ينفعش النهاردة تجي تحسب السوق وتدرس السوق مسلا واحد يجي يقولك ايه تعالى عم نطلع براد عنب براد عنب النهاردة انت معدل مليون جنيه براد منجة نفس النهاردة فانت النهاردة ما ينفعش تخش تخاطر بمبلغ كبير في الاول ده حاجة تاني الحاجة انت ليه بتخاطر اصلا لان انت بتصدر منتج العنب مثلا او المنجة او الكلام ده كله ده يعني ايه بالبلد كده انا ما بعرفش زوق الكلام سامحوني يعني بالبلد كده ده منتج روحوا قصيرة يعني يعني العنب مثلا انت لو جيبت مثلا عنب وعنته عندك في البيت شوية ممكن كبيره قوي يعني اسبوات لايه بالق يدبل ويبوز معاك فما ينفعش انت تبدأ اه تجارتك بحاجة عمراء صيغر ده حاجة الحاجة التانية لازم تختار تشوف الموسم اللي انت داخل عليه ايه ليه بقى يعني مثلا انت النهار ده لو هنتكلم بقى خلينا نخش في الموضوع على طوح لو هنتكلم مثلا عن اصلح حاجات تبدأ بيها كشغل التصدير الموسم اللي داخل عليك الوقتي هو البطاطس وغير البطاطس البرتقان وغير البرتقان اللمون اللمون بالفعل شغال الوقتي البطاطس هتبدأ الشهر الجاي في نهاية الشهر الجاي البرتقان هيبدأ في نص 12 فانت النهار ده لازم تختار منتج من الاتنين دول البطاطس او البطاطس او البرتقان هي وجهة نظر في ناس تختلف معايا فيها والناس تقول لك اه لا ده كلام صحة او كلام غلط ما لناش ده ولكن انا اقول لك وجهة نظري وانت حر اه ليه بنتكلم عن البطاطس البطاطس ده منتج جاف النهار ده انت ممكن تشتري اشكرة البطاطس تسيبها عندك طوال عندك تقلت اربعة شهر مش هيصيبها حاجة ده ما هي الحبية نضيفها من البداية كذلك البرتقان ممكن تجيب ببرتقان وتسيبه عندك في البيت شهر شهر ونص عادي ما فيش مشكلة مش هيبوز ولا يجري له حاجة فده منتج جاف يستحمل معاك مثلا النقل يستحمل معاك مثلا لو سواق البراد مثلا النهار ده ما عندوش ضمير وطفت تبريد شوية في الرحلة وهي ماشية ما فيش مشكلة مش هتبوز مش هتخرب لكن مثلا ما تجيش انت بقى تبدأ بمنتج روحه يعني روحه ضعيفة ما يستحملش مثلا لو سواق طفع على التبريد شوية ممكن يبوز فبالنسبة للناس اللي سألتنا ترشح لنا ايه بالزبط نبدأ به انت قدامك دلوقتي ايه بعد عن اللامون شوية لانه هيبقى غالي اللي تقدر تبدأ به في الوقت الحالي وتجرب فيه وتبدأ من اول الموسم بتاعه هو البطاطس والبرتقان طيب ليه احنا بنتكلم لازم تبدأ من اول الموسم بتاعه لان انت عندك البطاطس مثلا هتبدأ في اخر 11 معاك لحد شهر 6 انت معاك 7 شهر بتقدر تصدر فيهم بطاطس فريش بعدها ما تبقاش هي داخلة التلاجة اصلا يعني عندك العروة الشتوية هتتقلع بعد منها العروة اللي هي المحيارة او اللي هي الكسر المحلي دي بتتقلع بعدها بشهر ونص شهرين اللي هي بتزارع الوقتي بعدها بشوية بتجي العروة الصيفي فطبعا انت عندك كده يعني ايه 7 شهور الجين دولت هتلاقي فيه بطاطس فريش على مستوى الجمهورية بقى بتتلاقي مثلا المينيا بتقلع منصورة بتقلع البحرة بتقلع يعني ايه بتبقى فيه فواصل كده بين الزرع وبعضه لكن انت المنتج موجود ونيجي هنا الجزئية التانية في بعض الناس مثلا بتكلمني لما بيعرفوا اسعار الحاجات وتكلفة البراد والشحن والكلام ده بيبقى مثلا الفلوس معاه مش مكملة او يعني المبلغ اللي معه مثلا مية وخمسين متين الف اللي هو عايز يبدأ يستثمر بهم فبيبقى بالنسبة له الموضوع في الاول صعب فانا بصراعة بقترح يعني جاه ده لفكرة كده وده سبب ان انا اقولكو عليها الوقت في الفيديو ان احنا ممكن نعمل جروب واطس كده مثلا ونسميه مثلا شركاء النجاح ونتكلم ان مثلا كل واحد حابب مثلا يخش في مجال التصدير هيبعتلي رسالة على رقم الواطس بتاعنا سبهلكو في التعليقات ويقول لي ضيفني في الجروب ومن خلال الجروب ده مثلا هيدخل معنا مثلا مية متين تلتمية واحد ايا كان اللي يخش معنا ممكن مثلا هتكتب رسالة تعرفية انت منين ومسلا من محافظة اسكندرية انا والله بسافر في الكويت وقدر افتح سوق مثلا وعايز حد يشاركني من مصر انا مثلا هنعرف بعض كده من حيث مثلا البلاد الاقرب لك وتبدأ تشوف مثلا اتنين تلاتة تشاركوا مع بعض وتعملوا مثلا تأسسوا شركة ومساهمة كده وتبدأ وتشتغل يبقى هو عنده نفس الفكرة حابب نفس المشروع حابب اللي هو يشتغل ممكن واحد مثلا يبقى مسافر برة يقدر ان هو يشترك معاكم مثلا تكلمنا مثلا اتنين تتا من الكارة اتنين تتا من اسكندرية كل مجموعة كده في مكان معين مع بعضهم قرابين من بعض يعملوا جروب داخلي بينهم ويبقى مثلا يأسسوا شركة وكل واحد ايه يتكاتفوا كده مع بعض ويكملوا مبلغ ايه اللي هو بتاع البراط لكن اهم شيء في الموضوع ان انت لما تخش موسم زي موسم بطاطس تبقى عامل حسابك ان انت مش داخل براط واحد وخلاص وتجرب كده حصدك في براط لا لازم تبدأ الموسم براط واثنين وثلاثة طول الموسم متشغال في بداية الموسم الاسعار بتبقى حلوة جدا ومرتفعة لما دنيا مثلا التقليق بيبقى كتير والعرض هنا بيبقى كتير والمحصول كتير بيبدأ ناس كتير بتدخل السوق في الحالة ديات ممكن السوق يريح شوية او ممكن يحصل مثلا ممكن تخسر في بعض الاوقات اللي مش هقولك ان انت عطول بتكسب طيب في بعض الاوقات ممكن تخسر مع الاستمرارية بقى انت ممكن تخسر في براط مثلا عشرين تقاتين الف ممكن براط تانية يكسبك ميت الف تمانين الف فانت بتيجي تبص دلتاق شايلة بعضها فعشان كده بقولك ابدأ الموسم من اوله واشتغل الموسم كامل يعني ما تقولش مثلا ايه براط هجرر نفسه وخلاص